ولاية دية بأتحذير أن انطلقت قافلة تضامنية تحوي مساعدات مدية متمثلة في مواد غذائية متنوعة أفرشة أدوية ومستزمات صيدلنية سيما فيما يتعلق بأدوية علاج الحرائق إلى جانب شاحنات بصهاريج للتزود بالمياه القافلة متجهة نحو ولاية تيزيوزو لمساعدة العائلات المتضررة من الحرائق رصدها لنا الزميل عمر العروسي قافلة تضامنية تعتبر كمساعدات لمتضرر الحرائق المتوجدة في ولاية تيزيوزو أول قافلة تضامنية تم إرسالها يوم الأمس وهذه ثاني قافلة والتي تقدر بكمية 1.5 طن من المواد الغذائية زياد أفرشة وأغطية وأدوية لسكان ولاية تيزيوزو